السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب طلاب الصف الرابع الابتدائي معكم ستاني من قناة علمني النهاردة ان شاء الله معنا امتحان رياضيات امتحان متوقع شهر اكتوبر ونوفمبر تابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله باذن الله مش يخرج منه الامتحان لو انت اول مرة تشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا عجاب للفيديو نقول باسم الله الرحمن الرحيم احنا معنا اول سؤال معنا اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين اصغر عدد مكون من ستة ارقام هو طيب احنا مبدئيا هنحط عشرة تمام طيب ردي رقمين فاضل معنا كده اربع ارقام هننزل بكل رقم بايه بصفر خلاص بعد ثلاث صفار بعمل الفصلة يبقى اصغر عدد مكون من ستة ارقام هيبقى الميت الف تمام كده طيب معنا قيمة الرقم ستة في العدد واحد وستين الف تسعمية خمسة وسبعين احنا برضو هننزل هنا بالستة خلاص وجمه هنا معنا اربع ارقام كل رقم بصفر وهاجي بعد برضو ثلاثة اصفار واعمل الفصلة بتاعتي هتبقى ستين الف طيب خمسمية وعشرين مائة بتسوي كام خمسمية وعشرين مائة يبقى انا عندي دلوقتي هنزل بل خمسمية وعشرين والمية قدامها صفرين بالشكل ده العالمة بعد ثلاثة اصفار هتبقى كام هتبقى تنين وخمسين الف طيب اكبر عدد مكون من الارقام واحد زيرو تلاتة تسعة ستة هنجمع هنعمل عد او تنة من الكبير للصغير يبقى عندي تسعة ستة تلاتة واحد زيرو بعد ثلاثة ارقام اعمل علامة يبقى ازا هي ستة وتسعين الف تلتمية وعشر هرتبهم من الكبير للصغير واحط العلامة بعد ثلاثة ارقام تبقى نشوف السؤال اللي بعده المليار هو اصغر عدد مكون من كام رقم طبعا المليار هو واحد وقدامه تسع اصفار واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة طيب ما عليش دخلنا في الاب طيب هنعمل كل تلات اصفار علامة خلاص او فصلة يبقى ازا كله مع بعضه تسع اصفار مع الواحد يعمل لي كام؟ يعمل لي عشر ارقام يبقى مكون من المليار اصغر عدد مكون من عشر ارقام تسعة اصفار مع الواحد يبقى عشر طيب عندي تسعة في نقط بيساوي تلاتين نقص تلاتة طيب احنا اول نطرح تلاتة من التلاتين هتبقى كام؟ هتبقى سبعة وعشرين طيب ايه في تسعة يديني سبعة وعشرين؟ يبقى تلاتة في تسعة بتساوي سبعة وعشرين يبقى لجابة رقم تلاتة كل دلعين متقابلين في المستطيل متساويان متعامدان مختلفان لا شيء مما سبق كل دلعين متقابلين متساويين او متساويان في المستطيع طيب 25.015 بيساوي 15 زائد ايه طبعا 15 خلاص احنا خرجة من الموضوع هيبقى عندي 25.000 تمام كده وعندي 3 ارقام كل رقم بسفر والعلامة بعد 3 اصفار يبقى عندي ان 15 زائد كام 25.000 تمام كده طيب 0 في 600 هيساوي كام 0 في 600 في 0 طيب عندي نشوف اللي بعده C في 7 بيساوي 7 في C تسمى خاصية دي خاصية ايه دي خاصية الابدال ماشي C في 7 بيساوي هي 7 في C طيب عندي 4 في 254 هي 4 في 4 و4 في 50 و4 في ايه طبعا 4 في 4 هنا اللي هي الاربع الاحد و4 في 50 هنا 5 في العشرات 4 في ايه هنا فاضل ايه اتنين هنا في كام اتنين هنا في الميات يبقى تبقى متين طيب مستطيل طوله مستطيل طوله 5 سنتيب وعرضه يقل عن طوله بمقدار 3 سنتيب بيتقوم بساحته كام يبقى انا عندي دلوقتي الخمسة دي هنترح منها كام هنترح منها 3 هيساوي 2 يكل منه او بيكل عنه ب 2 سنتيب وارجع اضرب بقى لتنين في 5 يبقى هيساوي كام هيساوي 10 ماشي طيب مائة الف وثلاثة تكتب مائة الف وثلاثة تكتب ازاي تكتب هاي بالشكل ده مائة الف وثلاثة خلاص طيب سبعة امثال العدد 4 هو كام طبعا سبعة امثال العدد 4 يبقى انا دلوقتي هضرب 7 في 4 يبقى هيساوي كام 28 7 في 4 هيديني 28 طيب بيقول لي كارن باستخدام اصغر من اكبر من او يساوي سبعين عشرة وهنا سبع تلاف طيب السبعين اهي عشرة بكام بصفر بقيت سبعمية وهنا سبع تلاف يبقى من الاجبر يبقى عندي السبع تلاف يبقى العلامة ناحية السبع تلاف اكبر سبعة ملايين وهنا عندي برضو سبعة مليون طبعا سبعة ملايين قدامها برضو كام سفر ستة اصفار اهو يبقى ازا في ايه في تساوي طيب تسعمية خمسة وسبعين تسعمية خمسة وسبعين و الف ناقص ميتين وخمسين طبعا بعد ترحل ميتين وخمسين من الالف هتديني سبعمية وخمسين يبقى مين الاجبر يبقى التسعمية خمسة وعشرين تلتاشر مائة و تلتعشرات في مية طيب تلتاشر مائة تلتاشر مائة المائة كم صفر صفرين خلاص طيب تلتعشرات يبقى تلاتة قدامها كام صفر تلتعشرات يعني تلاتين في مية هتبقى كام هتبقى تلت تلاف مين الاجبر طبعا يبقى التلت تلاف طيب 612.375 وعندي هنا 601.375 طبعا أنا عندي هنا 375 متساوية مع 375 المشكلة فين هنا 612.601 طبعا ال612 هتبقى ايه اكبر ميشي كده طيب ده علامة صحة او غطأ امام كل عبارة تعتبر خاصية الدمج من خواص عملية الجمع صح تقدير ناتج 139 زائد 704 بالتقرب لأقرب 100 هو 800 بعد التقرب طبعا هتبقى والتقريب هتبقى صح العنصر المحيط في عملية الجمع هو الصفر برضو صح قيمة الرمز المجول في المعادلة 22 ساوي 7 هي C زائد 15 هتبقى برضو صح طيب 81 زائد 9 بيساوي 9 زائد 81 تسمى خاصية المستخدمة بخاصية الابدال برضو صح كل العبارات عندي صحيح طيب اكمل العبارات الاتية الزوايا الاربع كوائم في كل من A و A في المربع والمستطيل أربعة أمتار بيساوي كام أنا عندي المتر بمية سنتي إذن هضرب أربعة في مية هتبقى ربع مية طيب أربعة أسابيع ويومين أنا عندي الأسبوع كام يوم الأسبوع سبع أيام هضرب أربعة في سبعة هيديني كام هيديني تمانية وعشرين خلاص تمانية وعشرين يوم زائد يومين يبقى كام يبقى تلاتين طيب هنكتب الرقم ده إزاي هنكتب عندي تلاتة مليون ويومين 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 ألف خلاص ويومين تسعمية خمسة وسبعين تسعمية خمسة وسبعين ماشي تقدير العدد أربعة تلاف تسعمية تمانية وسبعين من أول رقم من اليسور هيبقى ازاي طبعا أنا هنزل بالأربعة هوا وعندي جنبها تلات أرقام بثلات أصفر هيبقى اربعة تلاف العنصر المحايد الجمعي هو نقط والعنصر المحايد الدربي هو نقط العنصر المحايد الجمعي هو صفر والعنصر المحايد الدربي هو واحد طيب ده كده النموذج بتاعنا النهاردة يا رب يكون استفدتم منه ان شاء الله استنوا في الفترة الجاية برضو مراجعات كتير لو قبل مرة تشوفونا يريد تشتركوا معنا في القناة فعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته